في محاولة لجذب المستثمرين الأجانب وطمأناتهم بشأن الوضع الاقتصادي الذي يشهد تباطؤ أن نلتقى الرئيس الصيني شيشينبينغ في بكين رؤساء شركات أمريكية وذلك في متابعة لمأدوبة عشاء أقيمت في نوفمبر الماضي مع مسؤولين التنفيذين أمريكيين في سان فرانسيسكو تباطؤ اقتصادي صيني يقض مضجع بكين ويدفع كبار مسؤوليها إلى خطب ود الشركات والمستثمرين الأجانب ولسيما الأمريكيون وإلى طمأناتهم بشأن قلق النمو في البلاد وتداعيات الخلافات بين الصين والولايات المتحدة في هذا المضمار التقى الرئيس الصيني شيشينبينغ بعضا من رؤساء الشركات الأمريكية في قاعة الشعب الكبرى في بكين وذلك في متابعة لمأدبة عشاء أقيمت في نوفمبر مع مسؤولين تنفيذيين أمريكيين في سان فرانسيسكو في مسعى لتقليل الخلافات التجارية بين البلدين إن تاريخ العلاقات الصينية الأمريكية هو تاريخ من التبادلات الودية بين الشعبين الماضي سيكتبه الشعبان والمستقبل سيصنعه الشعبان وينبغي للناس من جميع مناح الحياة في كلا البلدين أن يزيد من التبادل والتواصل والتعاون تطمينات رئيس الصيني تعكرها شكوى شركات الأمريكية من التنافس غير النزيه في الصين مثل منح الشركات المحلية معاملة تفضيلية فضلا عن عدم حماية الملكية الفكرية ومما زاد طينبلة دخول النسخة الجديدة من قانون مكافحة التجسس في الصين حيث تطبيق وتمنح هذه النسخة السلطات هامشة تحرك أكبر للتصدي لما ترى أنه يشكل خطرا على الأمن القومي ومنذ ذلك الحين تنتظر الشركات الأجنبية تفسير هذا التشريع الذي يتضمن بنودا غامضة وتعريفا فضفاضا للتجسس وتزايدت مخاوف الشركات الأمريكية العاملة في الصين في الأشهر الأخيرة بعدما أجرت السلطات الصينية عمليات تفتيش واستجواب استهدفت شركات استشارية أمريكية وأثناء زيارة للصين العام الماضي دعت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو إلى إحلال بيئة أعمال يمكن التكهن بها أكثر في الصين وإلا فقد تعد في نهاية المطاف محفوفة بالمخاطر إلى حد يثني عن الاستثمار فيها الصين حددت هدفا يتمثل بخمسة بالمئة لنمو إجمالي الناتج المحلي ولكنها ما تزال بعيدة عن الازدهار الكبير الذي عرفه اقتصادها في العقود الأخيرة ومن أجل ذلك تكثف مساعيها لجذب الزخم ثانية للاستثمار الأجنبي في ظل تنافس تجاري شديد الحد مع الولايات المتحدة ونرحب معنا في استوديو الحرة بالزميل ناصر عبدالحق الذي التحق بالقناة كمراسل في ولاية كاليفورنيا وهو أيضا سحفي متخصص في الشأن الصيني حيث عمل هناك لسنوات طويلة كمراسل ميدني ناصر أهمية هذا اللقاء الرئيس شيشين بيكبي شركات أمريكية علما بأن هناك خلافات كثيرة على الطريقة التي تقوم بها الصين وتتعامل بها مع الشركات الأمريكية إن كان مع الخصوصية أو الموضوع الاقتصادي نعم جو شكرا لكم على هذه المقدمة اللطيفة فيما يتعلق بالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين نعلم تماما أن هناك كثير والعديد من الخلافات بين الجانبين لكن إذا ما نظرنا إلى وضع أو أحوال الاقتصاد الصيني خلال السنوات الماضية والناجمة عن عمليات الإغلاق التي تمت في الصين جراء انتشار فيروس كورونا بالإضافة إلى بعض فرض العقوبات التجارية ومن قبل الولايات المتحدة على البضائع الصينية لا شك في أن الاقتصاد الصيني بات يعاني من مشاكل كثيرة وعديدة خلال السنوات الأخيرة وبالتالي يهم الصين أن تعيد العلاقات أو تحاول إعادة العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة إلى طبيعتها واستقطاب الشركات الأمريكية الكبرى إلى السوق الصيني في المقابل أيضا تتطلع الشركات الأمريكية إلى السوق الصيني وحجم المستهلكين في الصين وأيضا سلاسل التوريد أو المصانع الصينية التي توفر سلاسل التوريد المهمة لشركات كبرى أمريكية مثل شركة أبل إذن هناك حقيقة مصالح تجارية متبادلة بين الجانبين يحاول الجانبين تجاوز الخلافات السياسية بينهما لإنعاش العلاقات التجارية من جديد وكما نعلم فإن هناك خلافات سياسية كبيرة بين الولايات المتحدة والصين وعلى رأسها قضية بحر جنوب الصين وقضية تايوان وهناك قضايا تعتبرها الصين تدخلا من قبل الولايات المتحدة في شؤونها الداخلية كقضية هونغ كونغ وقضية حقوق الإنسان في إقليم شينجان ذي الأغلبية الويغورية المسلمة إذن يهم حقيقة الجانبان إلى إنجاز مزيد مثل من هذه اللقاءات بين الجانبين للسعي إلى إعادة العلاقات التجارية بينهما حيث يتطلع الجانبان إلى أن تبقى هذه الخلافات في إطار التنافس ولا تتجاوز ذلك لتصبح في وضع مواجهة كما قال الصينيون والأمريكيون من قبل ناصر هذا اللقاء يصب لمصلحة من أكثر؟ الشركات الأمريكية الولايات المتحدة خصوصا بأن هذه الشركات الأمريكية تتوجه إلى الصين بسبب التكلفة المنخفضة لإنشاء منتجاتها نعم جو حقيقة كما ذكرت لك مسبقا فإن هناك مصالح متبادلة الجانبان يهمهم إعادة مثل هذه العلاقات التجارية الولايات المتحدة هي سوق كبير للمنتجات الصينية فهناك الحجم التجاري بين الولايات المتحدة والصين تجاوز خمسمائة مليار دولار لكن هناك قضية تزعج الولايات المتحدة في هذا الأمر وهي اختلال الميزان التجاري فهناك فائض تجاري لصالح الصين تجاوز مائتين وتسعة وسبعين مليار دولار في العام الماضي وتحاول الولايات المتحدة تجاوزه أيضا السوق الصينية هي مهمة جدا للشركات الأمريكية الكبرى لكن موضوع أريد أن أنوه هنا إلى موضوع العمالة الرخيصة لم يعد هناك في الصين عمالة رخيصة كالسابق ولم تعد العمالة الصينية منافسة كما كانت في السابق فهناك ارتفاع كبير في أجور العمال الصينيين والموظفين الصينيين ناصر تحدثت عن اختلال الميزان التجاري أو هذا التخوف من قبل الولايات المتحدة ماذا عن الخصوصية أو الملكية الفكرية لدى هذه الشركات الأمريكية التي تعمل من هناك نعم هذه القضية منذ فترة طويلة والولايات المتحدة تطرحها على الطاولة وربما كاملت أحد الأسباب لفرض بعض العقوبات الأمريكية تجاه بعض الشركات الصينية وهي قضية الملكية الفكرية حيث تنظر الولايات المتحدة خاصة إلى قطاع التكنولوجيا الصيني بأنه يعتدي على الحقوق الملكية الفكرية للولايات المتحدة لكن الصين طالما نفت ذلك وتقول بأن ذلك حجة تسعى الولايات المتحدة من خلالها للوقوف أمام التقدم التكنولوجي الصيني ولا تزال هذه القضية قائمة وكما لاحظنا هناك فرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة على شركات تكنولوجية كبرى مثل شركة هواوي وهي عملاق التكنولوجيا الاتصالات الصينية وهناك شركات أخرى مثل تنسنت وغيرها تمارس الولايات المتحدة عليها عقوبات تكنولوجية واقتصادية بحجة أنها تتعدى على الحقوق أو حقوق الملكية الفكرية التكنولوجية لبعض الشركات الأمريكية شكرا ناصر ونرحبك من جديد شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم